الدكتورة عاصم الجزار وزير الإسكان أكد أنه تم توفير 768 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لاستخدامها كأماكن عزل مؤقت لمصابي فيروس كورونا في المينيا وفي الفيوم بعد طلب المحافظتين تخصيص وحدات سكنية لاستخدامها في العزل بالفعل تم تجهيز الوحدات وفرشها لاستقبال المصابين والوحدات دي وحدات جديدة لم يتم تخصيصها أو تسكنها قبل كده لمواطنين دي معلومة مهمة جدا أنه فيه تعاون بشكل جديد مع وزارات جديدة وزارة الإسكان والمحافظات تعاونوا لتطهير وتعقيم الوحدات بعد انتهاء فترة العزل فيها دي مبادرة أنا شايفها حاجة لطيفة جدا أنه قوي يا جماعة ما فيش أماكن عزل أوه إحنا لسه بالنادي إحنا عزيزين مستشفيات ميدانية طب لو ما كناش محتاجين مستشفيات إحنا عزيزين بس أماكن عزل ده فيه ناس يا جماعة تبرعت بأي بيت تملكه بأي حاجة مبنى تملكه عملوه وخصصوه للعزل ده تحرك يشب حكومي يعني من المحافظة ومن الوزارة لكن صدقوني فيه محاولات وتحركات فردية كتير متأكدة أن احنا هنسمع قصص تتكيتب في كتب بعد ما تخلص الأزمة دي لأن البطولات بتحصل كل يوم المبادرات دي بتحصل في كل يوم